يعني إذن ننظر لحاجات الناس ووضع الناس كله معلق يعني معلق على شنو؟ على تشكيل الحكومة لأن البيزانية مدقرها إلا حكومة كاملة الصلاحية والوضع صعب جدا ولا يبشر بخير وضع الناس مستويات الفقر ترتفع غلاء المعيشة غلاء الأسعار التدخلات الإقليمية الفضة في الشأن الداخلي يعني آخرها قصف أربيل كل هذه القضايا تستدعي مننا أن نسرع بتشكيل الحكومة وإنجاز كل هذه الاستحقاقات تأخيرها والتباطئ بها وعرقلتها أعتقد من يفكر من القوى أنه يكسب في هذا التعطيل سيخسر كثيرا وسيخسر الجميع لأنه هناك مدد دستورية إن تم تجاوز المدد الدستورية يبقى احتماليا يبقى التجاوز ففضيحة كبرى الناس والقوى القائمة على احترام الدستور هي التي تخرق الدستور وإن لم يتم تجاوزها فمعناها عودة إلى انتخابات مبكرة ما حققنا بهذه الانتخابات على مدد الروح مجددا لانتخابات مبكرة ممكن؟ طبعا ممكن جدا بس هاي وين الصير؟ شوف بالبلدان الديمقراطية المستقرة الصير أدت جولات للانتخابات المبكرة في فترة من الفترات بإيطاليا صارت كل أربعة تشر انتخابات مبكرة فترة دومورو والألوية الحمراء وكذا يعني وضع معقد كان في إيطاليا اليوم بإسرائيل قاعد يصير انتخابات مبكرة في أكثر من بلد يصير انتخابات مبكرة يعني ما بيها مشكلة بس بلدان مستقرة احنا بلد غير مستقر فاليوم إذا تم اعلان طبعا بالتأكيد هو إذا يعني ما نحن نقدر ننتخب رئي الجمهورية شنو البرلمان شي سوي يعني؟ شنو من الحكومة شقد تستمر تصريف أعمال؟ شقد تستمر احنا صارنا خمس ست شهر خلصنا الانتخابات وكنا ننتظر من هاي انتخابات نتائج تنعكس خيرا على الناس على عيشة الناس على استقرار الناس وإلا بعدين هاي العملية صير يعني عامل أزمة جديدة وإضعاف للمجتمع وتأخير تنفيذ حاجاته رح تكون أزمة جديدة في انتخابات تعتقد هذه الانتخابات؟